بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه ثقة واستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ونحمد الله سبحانه وتعالى أنهدان لهذا وما كنا لنهتديا لولا أنهدان الله الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإتقان في أعمالنا إن كان ذلك في المعاملات بشتى أنواعها فكيف إذا كان هذا الإتقان في عبادة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته لكن على الوجه الذي يرضيه عنا إن كان ذلك في الصيام أو إن كان ذلك في الدعاء أو إن كان ذلك في الصلاة فالهيئة أمرها مهم جدا لا يكفي أن تقوم بالفعل بل كيف ستقوم بهذا الفعل وهو إتقان للعمل لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا بل الإحسان في العمل ومن معاني الإحسان في العمل والإحسان في العبادة الخشوع حتى أنك ترى الجماد يخشع وخشعت الأصوات للرحمن ترى أن الأرض والجبال تخشع لذكر الله فكيف للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى لا يخشع لذكر الله ولا يخشع لعبادة الله سبحانه وتعالى الحديث في موضوع الخشوع وفي معاني الخشوع وكيفية استجلاب الخشوع وفضل هذه العبادة القلبية معانا كالعادة فضيلة الشيخ غسان العيب شيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك شيخ برك الله فيك إذن كما تحدثت وقدمت موضوع الخشوع وأهمية الخشوع خاصة في الصلاة ومعنى لذة العبادة والطاعة كيف لنا وأن لنا أن نتلذذ الطاعة والعبادة ما معنى الخشوع؟ أين تكمن أهمية الخشوع؟ ثم كذلك ما هي أهم الوسائل والأسباب التي تعيننا على استجلاب الخشوع؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله جل في علاه في مطلع سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأهل الإيمان الذين يخشعون في صلاتهم هم أهل فلاح وفوز ونجاح كيف وقد استقامت علاقتهم بربهم جل وعلا فحذرت قلوبهم رهبة إليه وتبتلا وانقطاعا إليه فأول ما يعطيهم ربي جل جلاله نورا في قلوبهم هذا النور هو الذي يجعلهم يشعرون بتلك السعادة والطمأنينة والأنس والراحة كل هذا في الصلاة كل هذا في قراءة القرآن كل هذا في ذكر الله وهذا وصف الأنبياء من قبل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا حتى في الصدقة وفي العطاء في خشوع والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أراجعون الخشوع حينما تسمع كلام الملك جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعق منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الخشوع في قوله جل من قائل عن تلك الأحوال البهية والزكية التي يعيشها المؤمن مع القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرجون للأثقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرجون للأثقان يبكون ويزيدهم خشوعا نعم وهو كذلك شيخ وأنت بذلك ذكرتنا كذلك أيضا بمعاني التدبر لأن من أسباب الخشوع التدبر وأن تدبر القرآن وكلام الله عز وجل لكننا ننظر في كتاب الله عز وجل أن الله أشاد كما أشاد بالذاكرين والذكرات فأنه أشاد وقال والخاشعين والخاشعات فيصفة من صفات المؤمنين لذلك قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذن فالمؤمن هو الذي يخشع كذلك في صلاته ولذلك نلاحظ أننا نبحث عن استجلاب معاني الخشوع وأن الخشوع له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة من الكبائر فسبحان الله والحديث في صعيح مسلم ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف أن أن الله عز وجل رتب الجزاء الأوفى على الخشوع في الصلاة لأن الخشوع يعني فيها معنى مهم جدا وهو أن الإنسان سبحان الله عرف قدر الله عز وجل ولذلك صلاة من غير خشوع كجسد بلا روح ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ودخل أعرابي ليصلي فصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله في صلاته فلما جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال إرجع فصلي فإنك لم تصلي رغم أنه جاء بكل حركات الصلاة لكنه قال إرجع فصلي فإنك لم تصلي فذهب الأعرابي ورجع فقال له إرجع ثانية فصلي فإنك لم تصلي وكذلك الثالثة في الثالثة قال والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني قال إذا أتيت صلاتك فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم ازجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها هذه الصلاة ماهاش صلاة وهذه رسالة لخياننا ليسمعوا فينا والأخواتنا رأي الصلاة ماهاش نقرديك مش هك عملت حركات وتقول صليت لا لابد تأتي بالتمئنينة حتى تحصل الخشوع لأن التمئنينة وأنك تعطي الأركان حقها هذك أعظم أسباب من أسباب يعني الخشوع في الصلاة كتشوف أحوال الخاشعين والله تجد شيء عجيب أعجب من العجب قصة بعجالة عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الثغر فقاموا للحراسة قال عباد بن بشر لعمار بن ياسر قالوا أنت استريح من أول الليل وأنا أقوم في أول الليل بالحراسة ثم تخلفوني وبدأ يصلي وبدأ يقرأ في سورة الكهف يقرأ وهو خاشع ويتدبر ويعيش مع الآيات فيأتيه سهم فيخرج السهم يأتيه سهم ثاني من العدو الذي باغته فيخرج السهم ويواصل القراءة والدم يجري يأتيه سهم ثالث فيخرج السهم ويواصل القراءة لكنه لم يتمالك نفسه فما شاء وهو يسحف وهو يسحف حتى أيقظ صاحبه قال يا سبحان الله يا سبحان الله لما لم توقذني قال كنت أقرأ سورة وكرهت أن أقطعها وأيم الله أي والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحفظ الثغر قال ما قطعتها حتى تذهب نفسي قال قطع نفسي في لفظ أحب إلي من قطع هذه الصور قطع نفسي فشوف كيف عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه كان له خطاني أسوداني من شدة البكاء وهو الشديد القوي الصديق كان لا يتمالك نفسه من البكاء الصديق رضي الله عنه كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخلفه في الصلاة سيدة عائشة بنته قتلوا يا رسول الله إنه رجل أسيف أي لا يتمالك نفسه كثير البكاء نعم فأحوال الخاشعين وقصص الخاشعين تقول أين نحن منهم نعم ومن أهمها كذلك ومن أعظمها ما كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أعجب ما رأت أو عن أعجب ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله عنها وقالت قام ذات ليلة ليصلي عليه الصلاة والسلام بكى حتى بلى لحيته ثم حتى بلى حجره صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه بلال سبحان الله استئذنه في الصلاة فوجده يبكي قال يا رسول الله أنت تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فسبحان الله قال لقد نزل قول الله سبحانه وتعالى أو نزلت آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الآيات سبحان الله فهذا معنى معنى التدبر لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام ولذلك من الناس من يصلي وهو لا يخشع في الصلاة نقول له أن لك من الأجر بقدر ما عقلت سبحان الله رأي الخشوع في الصلاة مش مسألة هي خطر مش فرض أنه رأي المسألة متعلقة بالأجر ودليل على ذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن هناك من يصلي وليس لو من صلاته إلا عشرها عشرها يعني عشرها تصعها ثمونها سبوعها ثلثها نصفها ثلثها ربعها وكما قال ابن عباس ليس لك من الصلاة إلا بقدر ما فهمت وكنت عاقلا وعقلت من هذه الصلاة فلذلك نسأل شيخ هنا عن الأسباب التي تعين مش نكونوا عمليين كنتون تحكيوا في الجانب النظري وأهمية الخشوع يا أنا شو بش نعمل نقول لك العمر يا توانا نقعد نصلي ورا الإمام نحس روحي خاشع ما نبكيش ورا الإمام تحكيوا علش كون يبكي هني ما نبكيش أنا مع أنت هنا قلبي ميت ما نخشعش مش ني الحل شيخ أهم أسباب الخشوع أهم أسباب الخشوع تدبر القرآن وتعيش مع القرآن وتغير في الآيات هي تكون أسباب الخشوع وسيد الخاشعين هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نخشع في الصلاة كان صلواته ربي وسلامه عليه يقوم الليلة كله بآية يرددها حتى يصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليلة كاملة وهو يكرر في الآية حتى نزل جبريل ما يبكيك يا رسول الله إن الله يسألك وهو أعلم بك ما يبكيك يا حبيب الله قال أمتي أمتي يا جبريل أمتي أمتي فرجع جبريل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الله يقول لك إنا سنرذيك في أمتك ولا نسوك أسباب الخشوع في الصلاة كتمر بآية فيها نعيم تسأل ربي من النعيم كتمر بآية فيها عذاب تتعوذ بالله جل جلاله من العذاب فهى تسبيح اتسبح المولى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال قمت ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يقف عند المئة فأتمها يعني كمل سورة البقرة فافتتح النساء فقلت يقف عند المئة فأتمها قال فقلت يقف عندها فافتتح آل عمران يعني في ركعة واحدة قراء البقرة والنساء وآل عمران وكانت في المصحف القديم يعني النساء قبل آل عمران فقال ثلاثة صور البقرة والعمران والنساء قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قال ثم ركعة نحوا من قيامه يعني حتى الركوع هو في الطول مثل تلك القراءة ثم رفع نحوا من ركوعه ثم سجد نحوا من ذلك وفعل ذلك في صلاته كلها شوف النبي يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة ثم عنا كذلك كثير من الأسباب اللي تعيننا على الخشوة تسبغ الوضوء ممتاز والحديث اللي ذكرته قال تسبغ الوضوء نعم كذلك تردد الأذان مع المؤذن من سامي على المؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل الله معروف الدعاء اللي بعد الأذان باش من طولش على سادة المشاهدين يعني نسمح المؤذن ونقول الدعاء لي بعد الأذان صليه ركعتين بين الأذان والإقامة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينه كل أذانين صلاة الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة هذا كله تهيئ في نفسك تحذر في روحك وتستجلب في أسباب الخشوة حتى إذا حذرت الصلاة تبدأ جاهز يعطيك حاتم الأصم وصفة وصفة كيفاش تخشع في صلاتك قال إذا حذرت الصلاة أسبغت وضوئي ثم أتيت الموضع الذي أصلي فيه فأجمع جوارحي أجمع نفسي هذه مهمة كيفاش تجمع روحك الساعة وتحذر وتعرف بين يدي من ستقف كان الحسن البصري إذا جاء إلى الصلاة اصفر وجه وتغير لونه وارتعش جسمه فقالوا له ما لك كل ما قدمت على الصلاة تغير حالك فقال إني أعرف بين يدي من سأقف فقال ثم أجمع جوارحي ثم أكبر بتحقيق الله أكبر أكبر من الدنيا وما فيها أكبر من التجارة والأموال والأعمال أكبر من كل شيء الله أكبر قال ثم أقرأ بترتيل ورتل القرآن ترتيل ثم أركع بتعظيم ثم أفعل ذلك في صلاتي كلها ولا أدري هل قبلها الله عني أم ردها علي في لفظ آخر في وصفة أخرى قال أجعل الكعبة بين حاجبي بين ناظريك إني أمام الكعبة قال والجنة عن يميني والنار عن شمالي وكأن الصراط تحت قدمي ومن بعد هذا الكل يقول لا أعرف هل قبلها الله مني أم ردها علي نعم شكرا لك شيخ وأيضا من المساء الأخرى العملية التي نذكر بها أيضا أن الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يذهب عليه الوقار والسكينة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أيضا هذا مما نذكر به أن الإنسان يغير المكياد الذي يصلي فيه أيضا حتى لا يوطن كالبعير كما لا ينقر الصلاة كما ينقر الأديك أو الغراب كما في الحديث لأن ونهاء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا مما يعينه كذلك على الخشوع في الصلاة والأسباب كثيرة وفي نية الأمر نقول أن الخشوع يعني ذلك أن تكون خاشعا من أول الصلاة إلى آخرها ومئة في المئة هذا يعني صعب ذلك ولذلك سبحان الله ربي عز وجل ما اجعلش الخشوع يعني فرض ولكن اجعل الطمأنينة هي فرض وطمأنينة هي السكون والأعضاء والحمد لله أنه قال فويلوا المصالين الذينهم أعون صلاتهم سهون ما قال الشعني الذين هم في صلاتهم سهون رحمة بنا ويحصل أنه هذا صحابة كيف أراضي كمان أنه عثمان بن العاص الذي جن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله إن الشيطان يأتيني في صلاتي يلبس علي القرآن ويلبس علي صلاتي قال له ذلك الشيطان يدعى خنزب أو خنزب أو خنزب تلاثة سحاح فقال له إذا جاءك وأنت في الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا هذه من الآداب كذلك ومن الأسباب التي توعينه على الخشوع المهم أنه الإنسان يحس روحه ماهوش خاشع العيب هو أنه الإنسان يتمادى في الخشوع هذا كلمة يجيش أما الكلنا عرضة بشأنه ما نخشعوش في الصلاة لكن على أقل وقتل يتفكر يتمادى في عدم الخشوع يعني أرجع فيسع ما تخليش روحك تتمادى سبحان الله هذا مهم جدا هذا تقريبا شيخ حبينا يعني ولعلنا نختم بوصية والله لنفسي وليإخواني من أهم الأسباب التي تعينك على الخشوع أنك تجعل الصلاة التي تصليها كأنها آخر صلاة في حياتك صلوا صلاة مودع وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا عنده آخر صلاة في صلاة بالضبط تظنك صلاة هذه هي آخر صلاة ستلقى بعدها الله عز وجل فنسأل الله حسن الخواتف أمين يا ربي على هذه المعاني ومعنا حسن الختام نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم يا ربي نكون وفقنا فيما قدمنا لكم ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاصة في القول والاستماع والعمل مشاهدنا الكرام شكرا لكم شيخنا غسان شكرا لكم وإلى أنتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة